طيب ليهش ما همش مذكورين في القرآن الكريم إسكاقوا لي أنا أتحدي ماذا أنا لا أفهم الكلام الذي تعقول أقول لي ليه همش مذكورين في القرآن ها لماذا لم يذكروا في القرآن لقد ذكروا في القرآن وأنت استغخلوا أما أنت يذكره أو لم يذكره كذنت بدخلني أنا أتحق مش ضروري يذكره أنت تشتلك عقلي جنب العقلة يفهم النوع أقولنا لك هم آل البيت هم النحل الذي يذكروا في القرآن هم الصراط المستقيم أي أهدنا آل البيت كيف فسرت أنت يا مولانا؟ لأن آل البيت هم قرناء القرآن وهم الذي يفسرون ويقولون لك أنه مذكور هاك ها هنا هم مذكورون في القرآن بصفات عدة أنا ممكن يا سيدين أفسر لك أحسن منك ماذا تفسر أقول اعوذها بربي الفلاق من شري ما خلق أنتم شر ما خلق عليك سحائب الل muse ما قال البطريق داق داق وما قالت الجرادة شق شق وما قالت النملاء واق واق باق يا م��라고요 يا أستاذ هل نبدأ لأننا عندي حرش نعم أنا ذي بذبح نبدأ تفضل سنتكلم اليوم على الحلقة هذه عن ماذا عن آل البيت وحب آل البيت وتفضيل آل البيت وموالد آل البيت فآل البيت هم فوق المذاهب آل البيت أكبر من أن تختزله طائفة أو ينطوي تحت عنوان أو عنوين أي عنوين أو أسرية إنهم القاسم المشترك الذي تدور حوله الأمة وهم المرجعية الأولى قبل القرآن والسنة قبل القرآن والسنة البعض يقول أنني أبالق أنا لا أبالق هم المرجعية الأولى وهم أفضل ما وجد وهم من علم من حلم الأنبياء آل البيت هم من علموا الأنبياء الملائكة علموا الملائكة التسبيحة والتهليل والتكبير هم آل البيت أو آل البيت لو لاهم ما نزل الغيث لو لاهم ما جاء النهار لو لاهم النحل النحل لو لاهم ما صنع العسل كما جاء في الروايات أن الرسول صلى الله عليه وسلم سأل النحلة وقال كيف تصنعون العسال قالوا نصلي عليك وعلى آل بيتك يبكون المصورون نحف فكما معنا اتصال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا مولانا أهلا قل يا سيدي يا سيدي نور قلبي من أين عندي من أين تتصل أنا أتصل من اليمن نعم اليمن اليمن هؤلاء هم أفضل عندك تتفضل السؤال يقول يا مولانا أيهما أفضل آل البيت أم الملائكة هذا سؤال يعني يعرفه الذي لا يفهم آل البيت أفضل طبعا لأن الله ما خلق الملائكة إلا خدمة لآل البيت ما خلق الشجرة والحجرة والنظرة والسفر إلا لآل البيت طيب أيهما أفضل آل البيت أم الأنبياء آل البيت هم أفضل هم أفضل وأنا أقول إذا دعيت إذا دعوت الله فدعوهم بآل البيت نعم طيب ليش ما همش مذكورين في القرآن الكريم إسكا قل لي أنا أتحدي ماذا أنا لا أفهم الكلام الذي تقول أقول لي ليش ما همش مذكورين في القرآن ها لماذا لم يذكروا في القرآن لقد ذكروا في القرآن وأنت استخلهم وقا أنت يذكروا ولا ما يذكروا انت مش ضروري يذكروا انت تشتيلك عقلي جنب العقلة يفهم النوع اقولنا لك هم آل البيت هم النحل الذي يذكروا في القرآن هم الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم اي اهدنا آل البيت كيف فسرت انت يا مولانا؟ لأن آل البيت هم قرناء القرآن وهم الذي يفسرون ويقولون لك أنه مذكور ها ها هنا هم مذكورون في القرآن بصفات عدة ماذا تفسر؟ انت لا يجز انت عليك سحائب اللاق ما قال البطريق دق دق وما قالت الجرادة الشق شق وما قالت النملاء وقبق باق يا مرحب تكلمنا الآن عن ماذا عن آل البيت وحبنا لآل البيت ويجب التفضيل آل البيت تفضيلهم في كل شيء في المجلس حتى في النساء إذا رأيت مرآة جميلة لا تخطبها انظر إلى من هو بجوارك من آل البيت وقل له هناك هناك اغزوا فيذهب ويخطبها هو ومعنا اتصال السلام عليكم يا مولانا أهلين وعليكم السلام ورحمة الله قل يا سيدي يا سيدي ويا مولايا ويا مولايا ويا رائستك يا سلام يا مولانا هل يجوز نهب الأراضي نهب الأراضي لا يجوز لا يجوز نهب الأراضي البتة 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 طيب هل يجوز نهب أراضي آل البيت الله عليك أنت ومن فكر بهذا السؤال لا يجوز إذا كان لا يجوز بينكم البشر بعضكم البعض فما بالك أن تنهب من مال آل البيت حقيقة يا مولانا أنا لست من آل البيت أنا من حب محبي وعشاق آل البيت نعم حياك ولكن لدي أرضية نهبها أحد آل البيت فهل يجوز هذا يا مولانا وهي شقع عمري وحلم حياتي سيوات طويلة وأنا أكدح عشان نشتري هذه الأرض لا تقول نهبها ولا تقول سرقها نهبها يا مولانا لا يجوز 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 أن تقول لألبت أنه نهب أرضك ماذا أقول يا مولانا قل استعارها قل نهبها قل أي شيء لا تقول أنه نهبها لأنه لا يجوز أنت مؤاثم طيب هل يجوز أنه ينهبها يعني نعم هذا ظلم ما شو ظلم الظلم أنه يخليها لك يا مال يا أخي أنا أتكلم عن حب وموالات وهو أفعال البيت هذا بالنسبة الأرض إذا أخذها عليك شخص عادي ممكن تراجع لكن آل البيت حدي إذا كانت الأرض ما خلقت إلا من أجلهم فهو لا ينهبك مالك هو يسترجع ما كان له أنت الآن تعتبر من الذين يكرهون آل البيت كما قال الإمام الملفق في كتاب سيب سيباني وهو حجة في الخرد والضريط أنه من ذم آل البيت أصبح بلا أهل ولا بيت ومعنا اتصال السلام عليكم وعليكم السلام هل عبد الله بن رسول الله من آل البيت؟ عبد الله؟ لا ليس من آل البيت لا أنا أقول المفروض سؤالك يكون أن يقول من هم آل البيت صحيح؟ طيب يا مولانا من هم آل البيت؟ آل البيت هم آل الكساء الذي عندما الرسول صلى الله عليه وسلم جلس وضم إليه فاطمة وعلي والحسن والحسين طيب هل أبناء علي من الآخر هم آل البيت؟ لا وهل بنات الرسول من آل البيت؟ لا إذن من هم آل البيت؟ آه هل أركسها يا حسنة؟ كنت بنقول لك لا يوجد آل البيت المفروض تستغرب تقول كيف يا ابن؟ لكنك ما تعرف أنت مدفوع أنت مأجور أنت ناصبي ما تعرف حتى تسأل خلني وأنا سأل لك يا حمار كيف ابن الرسول الله مش من آل البيت وهو من رسول الله؟ أقول لك ها قذن مزعج يجب عليك أن تكون فطن أبناء علي ابن أبي طالب من مش بي هاش قلت إيش السؤال؟ أبناء علي ابن الحنفية مثلا ما أدري هو من آل البيت ومش من آل البيت يعني من نصح قاوة من آل البيت ومن طالع مش من آل البيت نعم كمان نذكر أنه من أغضب أو من زعل آل البيت فهو في النار كما جاء في كتب المشلطحات عن الإمام خشع بطلمق أحمد أنه وهو مؤلف الدسائس المخنزلاء ومرقع سراويلة لأيم مع المفرطين أنه من عارض آل البيت يصاب بضيق الكلبوش وهو مرض يصاب به الحاجب والرموش وإذا خرج في الشارع وشفته ما تعرفوش هذه هي كتب كما جاء في الروايات هنا نتكلم ومعنا اتصال من تفضل الأخ من مسيحي من هذا؟ تفضل ألو السلام عليكم معكم السلام معك جرج قرداحي من لبنان أهلا أخي جرج قرداحي أهلا 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 وصحة أبريك أهلا بس بدي أسألك سؤال تفضل يا أستاذ جرج كنت بدي أعرف أنا النار ولا في الجنة إن شاء الله أنت في الجنة أنت أفضل من السنة كامل السنة كلهم في النار لماذا؟ لأنهم عندما قالوا الشهادة قالوا أشهدوا أن لا إله إله ولم يقولوا وأشهدوا أنه علي ولي الله فهم في النار أما أنت رغم أنك مسيحي ولكنك عجبتنا والله عجبتنا في آخر موضع رغم مسيحيتك ولكن حبك لأعلى البيت أدخلك الجنة يا عمي أدخلك الجنة يا عمي أدخلك الجنة يا عمي ثلاث مرات نرجع ونقول أن آل البيت أنهم فوق المذهب وأنهم فوق كل شيء ومعنا اتصال أنا أقول أنه إذا لم تحب آل البيت فأنت في النار إذا لم توالي آل البيت فأنت في النار إذا عارضت آل البيت فأنت في النار إذا ألو اتصال ألو السلام عليكم عليكم السلام قل يا سيدي كسروا لقفك عفظ يا سيدي كيف الحال؟ حياك الله لأنه هذا يا سيدي مهمة جدا مهمة أنا أشي أسأل سؤال تفضل هل يجوز أن تقول سيدي لقير آل البيت؟ إيش الدليل على أنه يجب أن تقول لك يا سيدي؟ أهام إذا عند الكلب حاجة ألاك أش تقول له؟ يا سيدي هذا هو الدليل ومعنا اتصال آخر ألو ألو السلام عليكم أهلا وعليكم السلام كيف أنت يا سيدي؟ أهلا وسألا كيف حالك؟ والله معي يستفسر بسيط بسيط تفضل مثلا إذا صلى إذا أمى الناس يعني يتقدم في الصلاة في الصلاة الإنسان مش من آل البيت إذا أمى الناس بالصلاة شخص عادي إنسان أيوة ليس من آل البيت وفي بين المصليين شخص من آل البيت لا هل يجوز؟ هذا كفر بوحح كيف يتقدم يصلي وخلفه من آل البيت؟ نعم يا سيدي بس ألي من آل البيت غير فاهم غير متعلم غير حتى لا يعني ما يحفظش قرآن؟ حمار ولا يحفظ حاجة ولو يتقدمه حتى يدي شعر وخرا تغير ومعنا اتصال يا سيدين حلا يا أشتي بقال منكم شيء أي كبين كبين بيصلاح عليك اللي*** ما قال الغربان قاقاك وما قال الهمار وما قال المضيق طيط طيط أنت تفهم أين المخرج عليه سحيب اللي*** يا أخي غلق الزغج ممنوع أنك تتصل ومعنا اتصال آخر ما في شال اتصال المهم نتكلم الآن نحن نتكلم عن آل البيت آل البيت لماذا الشعوب العربية متخلفة لأنهم لا يحكمهم آل البيت ومن لم يحكمهم آل البيت فهم متخلفون سيكونون إلى وباء ودراء وشراء وضغراء فيجب على كل يا الله نظلت سورتي يا مخري يا م*** والله أنك في النار أنت في النار لأن هذا سورة لم تلصق لسق من حق آل البيت يجب أن تلصق شاع الناش إذن ومعنا اتصال السلام عليكم وعليكم السلام طيب أنت قلت الدول التي لا يحكمها آل البيت أنها مدري إيش ومدري انظر إلى سوريا تتطور نعم انظر إلى سوريا ولبنان والعراق واليمن وليمن لأن أنتوا ما ضرحتوش قلوبكم لآل البيت المفروض تقرر كل شيء للآل البيت على أساس يستروا يحكموا اتوضعوا لهم على أساس يستروا يحكمواكم أما هكذا لا يجوز يعني أوروبا وأمريكا وكذا تقدموا بدون آل البيت ماذا تقول؟ يعني متطورين كثير أيوة ووصلوا للعلم كثير نعم والهندزة والتطور والطبول هذا بدون آل البيت لو كان خيرا ما سبقونا إليه الله مصلي على لا محمد آل المحمد نعم فالآن نتكلم يعجبني المصورين عندما يكونوا مؤمنين أنا أتكلم أنه نحن أصحاب مذهب دعونا نحب آل البيت دعونا نعشق آل البيت ماذا يضيركم هذا هل يضركم هذا شيء هل ومعنا اتصال ألو هلو 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 أشي وقع شيعية بحكت يا كب كيف وقع شيعية ينزلكم ضبحتني من السنة المايك عندك يا م*** صح المايك عندك وأنت تتصل براحتك الارتصال ليس لك نعم هلو الله لا وفقش ولا ضرح ليش بركة أنا أتكلم عن آل البيت الآن أنا أقول أنه دعونا نحب آل البيت براحتنا فأنت لا تتكلمي لا تدخلي في هذا الشيطان لا يدخل لا يغويش ألو خربتوا البلاد وشعلتوا الحروب في جميع أنحاء الوطن العربي بتحبوا آل البيت يا أخي حب آل البيت بس مش بهذا الطريقة حبكم غلط هذا ما عدوش حب هذا قدوش شرق لا لا تقول أنه الشرق حنا حرارة أنت قلت حنا حرارة حالة آذيناكم نعم آذيتونا في اليمن وفي سوريا وفي لبنان وفي العراق قتلتونا باسم آل البيت هجرتونا باسم آل البيت دمرتونا باسم آل البيت قفل في اليمن بينهبونا ليل ونهار قفل يمن قفل يمن حق المولد قفل هذا كل شي لهم آل البيت يعني الناس خلقوا من آل البيت يعني يا حرجي أنا أقفل أنا حنا بخريك هذا يا أخي هذا مش بيت رسول الله أنتم أعدال آل البيت